اعتبرت حركة حماس أن عملية اختيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية حدث فارق وخطير ينقل المعرقة إلى أبعاد جديدة سيكون له تدعيات كبيرة على المنطقة بأسرها وتعهدت حماس بالرد على العملية مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أخطأت التقدير بتوسيعها دائرة العضوان واختيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهات سيادة دول المنطقة وشددت حركة حماس على أن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو يسير بقيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بنهياره وزواله